أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن على المجتمع الدولي رفض إجراءات إسرائيل التصعيدية المتعلقة بمنع أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وشدد جلالته على ضرورة مضعفة المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة وضمان وصولها وتوزيعها بكل الطرق الممكنة لتخفيف الكارثة الإنسانية وحذر جلالة الملك من تبعات تطورات الخطيرة في المنطقة والتي قد تؤدي إلى حرب شاملة وأعاد جلالته التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان وهو متطلب أساسي لتجنب توسع الصراع في المنطقة كما جدد التأكيد على ضرورة العمل بشكل فاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين